قصد تسهيل إدماج الطلاب في سوق العمل نظم اليوم بقصر المعرض سافيكس معرض التوظيف الثالث المخصص لطلاب من مختلف جامعة الوطن وهذا بالتنسيق بين السفارة الصينية بالجزائر والوكالة الوطنية للتشغيل ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والعديد من الشركات الوطنية وتهدف هذه التظاهرة التي يشارك فيها ألف طالب إلى تقديم دورات تدريبية وضمان وظائف أولى في مجال تكنولوجية الاتصال والمعلوماتية كما تم فتح منصات تدريبية بالمعرض للطلاب الذين يعملون في المجالات الرقمية والاتصالات بغية الحصول على شهادات معترف بها دوليا